أهلا بكم من جديد أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط أن مملكة البحرين ملتزمة بدعم خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 600 ألف برميل يوميا أوصت به اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبيك بلاس في اجتماع خلال الأسبوع الماضي وأضاف الشيخ محمد بن خليفة الخليفة في بيان أن التوصية بالتعادل الطوعية المقترح في الإنتاج هدفها التصدي لهبوط متوقع في الطلب على النفط وخصوصا في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا كما وكانت لجنة استشارية تابعة لمنظمة أوبيك وحلفائها أوصت بتعميق وطيرة خفض إنتاج النفط مع تضر الطلب على الخام جراء الآثار السلبية النجمة من انتشار الفيروس المسجد احتلت مملكة البحرين المرتبة الخامسة عشر عالمياً مؤشر أجلتي للأسواق الناشئة لعام 2020 كما احتلت المرتبة الخامسة عالمياً على المؤشر الفرعي أساسيات مزاولة الأعمال بعد أن صعدت ثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي 2019 ويقوم المؤشر بتصنيف خمسين دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودية الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين ويقيس مؤشر أجلة اللوجستي القدرة التنافسية للأسواق الناشئة بناء على الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال وقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج العربي مراكز متقدمة في صدرة تصنيف المؤشر حذر مصرف البحرين المركزي المستهلكين من التعامل مع جهات غير مرخصة من قبل المصرف والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية وتروج لها عبر المواقع الإلكترونية وقال المركزي في بيان إن هذا التحذير يأتي نتيجة لما يتم تداوله وترويجه على مواقع المواقع الإلكترونية من خلال شركة تحت مسمى ماسنجر بنك وهي شركة غير مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وتدعي تقديم خدمات لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية عبر منصة رقمية عين بنك إلا البحرين بنك التجزئة التابع لبنك ABC محمد المعراج رئيسا تنفيذيا له وتشكل انطلاقة بنك إلا في شهر نوفمبر من عام 2019 الخطوة الأولى لبنك ABC في مجال صيرفة التجزئة الرقمية في مملكة البحرين والتي تمثل بنموذج عمل رقمي يعمل عبر الهواتف المحمولة فقط ويتبع خارطة طريق تبدأ من البحرين انتقالا إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتابع الآن سعار صرف الدنار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى إغلاقات أسواق المال ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة 18 من مئة في المئة مغلقان تدولات عند مستوى 1662 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوز 665 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 51 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على سم قطاع البنوك التجارية ننتقل مشاهدين إلى باقي البورصات الخليجية وكما نتابع أغلقت معظم البورصات على تراجع باللون الأحمر السوق المالية السعودية أقفلت بتراجع يزيد عن 19 النقطة المئوية بيقفال عند مستوى 7,895 نقطة بورصة الكويت خالفت أغلاق السوق المالية السعودية بارتفاع بنسبة 0.44% بيقفال عند مستوى 6,923 نقطة سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع بمقدار تقريبا 14 النقطة المئوية بيقفال عند مستوى 5,073 نقطة سوق دبي المالية أقفلت على تراجع بنسبة 0.83% بيقفال عند مستوى 2,742 نقطة وآخيرا سوق مسقط الأوراق المالية أقفلت على تراجع بنسبة 0.15% بيقفال عند مستوى 4,105 نقطة في نهاية تدولات اليوم تقوم الإمارات عبر تحالف استراتيجي من أجل إفريقيا وهي مبادرة جديدة بالالتزام استثماري بقيمة 500 مليون دولار وتهدف للإسهام في تحقيق رؤية بناءة متسارع لإفريقيا وأكدت ريم بنت إبراهيم الهشمي وزيرة الدولة للشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو دبي 2020 لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إن هذا التحالف سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد مع إيلاء الأولوية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي وأيضا الشباب قالت صحيفة النهار ومصدر حكومي لبناني إن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يرى أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وإن البت في سداد سندات دولية تستحق في شهر مارس ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق وشهد لبنان منذ أسابع عشر من شهر أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل رئيس شركة رينو الجديد يستلم راتبا خياليا يبلغ مليون وثلاثمائة ألف يورو سنويا قبلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للميزانية للعام المالي المقبل وقيمتها أربعة تريليونات وثمانمائة مليار دولار برفض فوري من الديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برنامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برنامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يقدم مساعدات فنية لصين لدعمها في مكافحة فيروس كورونا لكن لن يكون هناك قروضا جديدة وأضاف مالباس أن البنك يعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة لكنه لا ينوي تقديم مساعدات مالية لأن الصين لديها مورد وفيرة وامتنع مالباس عن الإدلاء بتقدير لأثر الأزمة على الصين أو نمو الاقتصاد العالمي موضحا أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك الدولي سيخفض توقعاته الضعيفة بالفعل للعام المالي كاملا ونبقى في شأن الفيروس المستجد حيث حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أن استمرار واتساع نقاط أو نطاق تفشي فيروس كورونا سيلحق ضررا باقتصاد اليابان من خلال تأثيره على السياحة وتجارة التجزئة والصدرات بين قطاعات أخرى حيث أن أي تباطئ جديد في اقتصاد الصين قد يؤثر على إنتاج شركات اليابانية ويعطل سلاسل الإمداد وتفشي الفيروس هو أيضا ضربة للمراكز التجارية والفنادق في اليابان إذ شكل الصينيون 30% من إجمالي السائحين الذين يزورون اليابان وقرابة 40% من إجمالي إنفاق السائحين الأجانب خلال العام الماضي بحسب مسح للقطاع ونتابع الآن أبرز مشارات لسوق العالمية وأسعر النفط المعادن الرئيسية تفوق رئيس شركة رينو الفرنسية الجديد الإيطالي لوكا ديميو على أسلافه تيري بوروليه وكارلوس غصن براتب سنوي يبلغ مليون وثلاثمائة ألف يورو وتعويضات إجمالية قد تتخطى 6 ملايين يورو وفقا لأدائه وقد يحصل الرئيس الجديد سنويا على تعويضات قد تصل إلى 75 ألف سهم في رينو يحصل عليها بشكل نهائي بعد تحقيق معايير الأداء والتي تقيم على فترة ثلاث سنوات شرط بقائه في الشركة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إسناده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر